في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقل ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عامل الحكومة 2019-2022 وذلك خلال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي لمحور البنية التحتية بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين صيرورة لا يستهان بقدرة وطيرتها في الكشف عما في محيط الصندوق الذي ينادى دوما بضرورة التفكير خارج نطاقه حتى يصار إلى الإمعان الجيد والتعرج بسهولة نحو متنوع الإشارات التأملية التي يسهل فهمها مع إعصافات دهنية تنبري لها عديد الحلول الجذرية التي تقف وراء نجاح كل سياسة عملية خطط لملامحها أن تطلع عبر نافذة رؤية البحرين الاقتصادية 20-30 الظروف العامة تستوجب نقلة حقيقية في دور الحكومة كمقدم للخدمة إلى منظم لها بالدرجة الأولى يجب أن نفكر على بشكل المبادئ التي وضعتها رؤية البحرين 2030 هذه التي اعتمدت على مبادئ ثلاث هي العدالة والتنافسية والاستدامة نحتاج أن هذه التوجيهات تدخل ضمن إطار برنامجي قابل للتنفيذ فالورش اليوم هي لمراجعة المبادرات التي جاءت لتحقيق السياسات هناك وضعنا تقريبا أربع السياسات أساسية لمحور البنية التحتية فحبنا نتأكد أنه في مبادرات قابلة للتنفيذ لها تأثير مباشر وقوي على تحقيق أهداف هذه السياسات للوصول في النهاية إلى خلق بيئة داعمة للاقتصاد والتنمية كرة الملعب تنتقل بين ثلاثة من لاعبي الارتكاز ممن تتكئ عليهم فرصة تحقيق الأهداف المشروعة فالتنافسية والعدالة والاستدامة ثلاثة وجوه لمبادئ خلاقة تستند عليها جمالية لوحة رؤية البحرين الاقتصادية لوحة تنبثق عنها أهداف بالجملة تم اعتمادها من خلال الملتقى الحكومي تجد بين تفاصيلها إعادة رسم دور القطاع العام ودعم الإبداع والتميز والاستثمار في الرأس المال البشري تدويع مداخل الاقتصاد هي من أهم الأشياء التي نركز عليها اليوم وطبعا السياحة لها دور كبير وحي من الأولويات الستة التي تم تحديدها فوضعنا جميع المشاريع التي تصب في تنمية البنية التحتية والتي تصب في القطاع السياحة أيضا وأيضا القطاعات المختلفة التي تم تحديدها اجتماعنا اليوم هو يتمحور حول أن نرى الأولويات نتأكد أن هذه المشاريع جميعها تصب في الأهداف والسياسات المرجوة من الحكومة القادمة ونتأكد أن جميعها إمكانية تطبيقها تواجد الميزانيات اللازمة فنضع الأولويات وإن شاء الله نتمنى أن نخرج بمخرجات تمكن الحكومة القادمة أن تحقق تطلعات القيادة في مملكة البحرين أيضا من أهداف الورشة اليوم كيف نموّل هذه المشاريع العظيمة والضخمة مثل ما نعاف كل الدول في العالم الآن لا تستطيع الحكومة أن تماول جميع هذه البنية التحتية ولا بد من مشاركة القطاع الخاص سيرورة أفلحت في نقل حالة أورش العمل والجلسات النقاشية الموسعة والمقتضبة بمضامنها إلى مرحلة بروز الأفكار التفاؤلية الولادة لمختلف الآليات والأوليات القابلة للتطبيق بالشكل الذي يبشر بقطف محصول وفير من مشاريع خدمية ذات نوعية ممتازة تلبي طموحات وتطلعات برنامج عامل الحكومة للأعوام الأربعة المقبلة موضوع الشراكة مع القطاع الخاص كيفية وضع سياسات ونظم جديدة بحيث يكون القطاع الخاص هو المشقل الرئيسي لأغلب الخدمات في الدولة أيضا كيفية تطوير الخدمات العامة التي تقدمها الدولة سواء كانت الخدمات تقدمها وزارة الأشغال أو أي وزارة أخرى كيفية تحقيق الاستدامة في هذه الخدمات القادمة طبعا هذه كلها مستقى من رؤية سيدي صاحب الجلال العشرين ثلاثين اللي يشرف ويباشر على تنفيذه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظ الله ورعاه طبعا الكيل اليوم شارك بقوة مثل ما قلت لك عصف ذهني في تفكير خارج الصندوق الكثير من المبادرات الورشة كانت مفتوحة جدا ما كان فيها أي مثل ما تقول المتاشنز ولا حدود الكل أبدى رأيه أدلى بدلوى للمساعدة في وضع هذا البرنامج بالشكل الصحيح ولكن يجب أن تتوفر لكل الإمكانات لتحقيق هذا البرنامج نقاشات ذات آفاق عالية تمخض عنها جملة من المقترحات الإيجابية حول أهم المبادرات والمشاريع التي تشكل الأولويات المساهمة في تصميم تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم سياسات حكومية بوشرة بتفصيلها على مقياس بدن تلك التطلعات المستقبلية التي يأتي في مقدمتها إحلال ركائز اقتصاد متنوع قادر على جني المراد بأقل التكاليف لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر